مرحبا برج الميزان حبايبي برج الميزان أغلب اللي بتعرف عليهم بتكون صفاتهم كتير حلوة واللي هم بس دبلوباسيين شوي اللي هم برج الميزان عارفين بالضبط إيش المطلوب منهم إيش لازم يعملوا دائما بالوقت المناسب والمكان المناسب فيهم جاذبية مش طبيعية كان يعني ما بعرف جنسيا أو بالمظهر هم جذابين جدا ولما تيجي تعرف عليهم بتلاقيهم عن جد إنه كمان مش فاضيين من جوة يعني مش من الناس اللي بس جذابين من بره وتقرب منهم تلاقي إنه فاضي ولا إشي لا برج الميزان من أعظم الأبراج مع إنه أصدقائي مش كتار من هذا البرج لكن برج الميزان كتير الورق حلو برج الميزان حبايبي بالفترة الماضية كان عندك في الشغل خلينا نحكي أول شي عن العمل الشغل مع إنه برج الميزان بيهتم بالعاطفة والشغل في نفس المقدار وبالصحة يعني هم عندهم توازن اسمه الميزان بيحب التوازن في كل شيء ما بيحب إنه يكون ناجح مثلا في العاطفة وفاشل في العمل أو إنه هاي أقل من هاي دائما بيحاولوا إنهم يوصلوا لدرجة يكونوا راضيين عن حالهم من جميع النواحي عمليا وعاطفيا وصحيا كمان من الناس اللي بتهتم في أكلها وشربها وبشربوا مية كتير منيح هم برج الميزان بيحبوا دائما بيطلوا بهاي الكريزما هما كريزما تكي كتير برج الميزان وهاي الصفات اللي أنا عم بحكي عنا رح تلعب دور كبير بالأشهر الجاي برج الميزان عانيت كتير كتير من ظلم في الشهر الأول والشهر الثاني بلش يخف بالشهر الثالث ورجع الشهر الرابع نيسان رجع للظهور لكن أنا ببشرك إنه هذا الأمر رح يعني ينقطع تماما ويتوقف تماما من حياتك العملية الأشخاص اللي كانوا ضدك رح تنتصر عليهم عمليا وعلى الملأ يعني رح يستحوا من حالهم إنهم كيف كانوا يدبروا لك الأمور ويحكوا عليك من وراك ويعملوا كذا وكذا وكذا بس عشان أنت سمعتك تخرب في الشغل حيكون في نصر كبير لإلك من بعد شهرين من هلا ما بقول إنه الشهر الستة وسبعة مش أوكي لا بالعكس رح تكون بس رح تكون يعني إنه التحسن تدريجي متى رح تحس تماما بالنجاح الباهر والانتصار على هدول الأعداء في شهر ثمانية أظن حتحس خلاص إنه كل شيء من فضاح الأسرار الأمور اللي كانت ضدك الحكي اللي كان ينحكي عليك كله مكشف إنه كذب والناس رح تتعاطف معك كتير في هاي الفترة بس ما تكون مستعجل الأمور هذا بده شوي تروي لإنه عم بيجي بالتدريج فبوصيكم برج الميزان تضلكم بهذا القلب الكبير اللي بيوسع الكل بتصبروا شوي لإنه حيكون في عندكم سعادة كبيرة ونصر مش بس بالشول كمان بالعاطفة والصحة بطمنكم من ناحية الصحة بس بتكم شوي تنتبهوا لموضوع الأش بيسم يعني الظهر إنه ظهركم يمكن يوجعكم ما بعرف من كرسي الشغل من الكتر الشغل اللي بيكون عليكم وعلى فكرة حيكون في ضغط شغل كبير بشهر ستة لكن النتائج حتشوفها بعد هيك حتنبهر من النتائج حتحس إنه تعبك في الشغل ما راح سدن من ناحية العاطفة المتزوجين فيه كانت مشاكل حتستمر هاي أنا آسفة إنه بقول إنه حتستمر شوي هاي المشاكل أسبوع أسبوعين لكن بعد هيك الطرف الآخر راح يوعى على حاله راح يقول شو أنا شو عم بعمل يعني إنه حضيع برج الميزان من إيدي يعني حيعمل كل شي لحتى يرجع هاي العلاقة الحلوة اللي كانت بيناتكم هذا بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للعزاب حبايبي العزاب فيه خطبة فيه ارتباط مبين عندي فيه الأوراق فيه تساعات كبيرة فيه زواج فيه زفة فيه ما بعرف زغريد هيك إشي بموافقة الأهل طبعا الشخص اللي حتتعرفوا عليه ما كنتوا تعرفوه من قبل هو شخص حكيم كتير وشفاف مثلكم شخص جذاب كتير لبسه أنيق جدا جميل من الخارج ومن الداخل ما بدي أقولكم إنه يعني مية بالمية هو صافي أو قلبه صافي هو أول ما حيتعرف عليكم حيحاول إنه يعني مشرد صداقة وكذا وأطلع وأنزل بس حيلاقيكم وإنتوا الشخص المناسب اللي هو عم بيدور عليه لفترة طويلة لذلك يعني بدي الحلوان يا برج الميزان أنا بدي حلوان ما إلي علاقة لأنه في زواج على فكرة برج الميزان من الناس اللي بيحبوا يعني بعد الزواج يكون في عيلة كبيرة يكون في أولاد ولدين ثلاثة أربعة مبعرف بيكون في عيلة ويكون لما هم بيحبوا هاي الأجواء كتير كتير ما بيحبوا يكونوا وحيدين أبدا واللي كانوا معذبهم بالفترة الماضية إنه كانوا شبه وحيدين مش وحيدين كان في معاك شخص أو اتنين في الشغل لكن الزاد الطين بل للفترة الماضية إنه كان في عندك كمان يعني بالنسبة للعطفة بالنسبة للشغل التنين يعني هاي حتى الكروت فوق بعض التنين كانوا مش أوكي بالنسبة إلك وعلى فكرة أنت كنت شاكك في الشريك شكك على فكرة مش مزبوط هو مجرد كان في فتور بالعلاقة لكن ما كان جرح أبدا هذا أنت بتهيئ لك لأنه مبين عندي بالآخر إنه في سعادة كبيرة في شخص حلو حيظهر في حياتك شخص نضيف كتير من جوة مناسب لإلك رزين خلينا نقول برزانة برج الميزان بس بدي إياك يا برج الميزان تتفائل شوي وما تستعجل الأمور أنا بعرف إنك صبور كتير على يعني نجاحاتك أنت من الناس اللي يعني بطبخوا الطبخة وبطولوا يعني بالطبخة علشان بالأخير تكون النتيجة كتير حلوة وبحب هاي الصفة طبعا في برج الميزان إنه من الناس هم اللي بيشتغلوا كتير على هدفهم ما همهم شهر شهرين ثلاثة يشتغلوا على هدفهم بس حطين في بالهم يعني هم عندهم يقين إنه هذا الإشي حينجح وفعلا بالثلاث أشهر الجايين أو الأربع أشهر خلينا نحكي حيكون فيه انتصار كبير حيكون فيه وفرة مالية كبيرة الآن المادة يعني مش تمام لكن أحسن من الأشهر الماضية المادة عم تتحسن الحب قلنا إنه بالنسبة للمتزوجين كان فيه شوية مشاكل والحمد لله الأمور من حسن لأحسن يعني الطرف الثاني ما كان يخون حتى لو كان يحكي مع حدا فهو كان بس من نوع ما بعرف إنه غلطة هم مع حسن حالهم غلطانين بالنسبة للعزاب فيه سعادة كبيرة كمان وفيه تجمهر للأهل والحبايب والأصحاب فهو وكمان برج الميزان من الناس اللي بنشروا الفرحة يعني ما بيحبوا يكونوا هم مبسوطين لحالهم لما أنا أكون مبسوط لا لازم كل اللي حوالي يكونوا مبسوطين ولازم إذا أنا كان معي فلوس لازم كل اللي حوالي كمان يصيروا عاهم فلوس وأساعدهم فهذا إشي كتير حلو بالميزان ليش لأنه شخصيته مبنية على التوازن والتكافؤ بيحب الأمور دائما تتروح بمجراء الصحيح هو إنسان مستقيم وأنا كتير ببارك لك على الفترة الجاي اللي كتير حلوة وغود لك لبرج الميزان اشتركوا في القناة